بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأكرم الذي علم البشرية السكر صايم الصبح معضلة كبيرة في الناس اللي عندها سكر النوع التاني أو النوع الأول وهو بصراحة سبب الرئيسي هو الكبد انت طابق عليه وطابق على نفسه 24 ساعة ما انتاش قادر ان انت تدي له فرصة ياخد نفسه أول ما انت بتصوم وتنام بالليل بيبدأ ياخد نفسه ويبدأ يطلع السكر اللي عنده بكميات كبيرة علشان ياخد نفسه انه انت اديته فرصة انه فيه صيام فيبدأ يطلع ده برا دي النظرية الأولى اللي هو بيبقى سببها مقاومة الانسلين الانسلين عمال يحشر جوه الكبد مليان سكر بقاله سنين وانت بتبدأ تصوم فيبدأ السكر يبقى عالي تلاقيه 200 تلاقيه 250 تلاقيه 180 الحاجات دي كلها تانية ظاهرة اللي هي ظاهرة الدون في نوم من ظاهرة الفجر انت ساعتك بتبقى نايم مش في دماغك آآ الدنيا معاك زي الفل بيبدأ الجسم يبدأ يتأقلم بقى على انه هيصحى الصبح انت طبعا نايم مش دريانب اللي بيحصل من الهرمونات الهرمونات بتبدأ آآ تعلى فترة الصبح علشان تديك الطاقة وتزود السكر علشان الجسم قايم يصحى لمعركة الحياة اللي بنبدأها كل يوم الظاهرة التالتة انك انت تبقى واكل اكل دسم طول الليل عمال تاكل تتعشى قصاد التلفزيون والاكل كتير وواكل رز وواكل عيش وواكل كل الكربوهيدريت دي علشان كده الحل بتاعها الرئيسي اللي كنت صيام متخطع وتستحمل اول كام يوم ان الكبد يبدأ يطلع السكر اللي عنده تبدأ انت هيبقى عندك فرصة انك تتخلص من السموم اللي في الجسم دي وديا في الاول هتلاقي سكر بيبدأ عالي شوية بعد الوقت شهر اتنين على حسب ما انت بقالك كم سنة عندك مقاومة انسولين دي نقطة مهمة جدا السكر بيبقى عالي الصبح عشان كده والدون في النوم السمو جاي في النومنا دي في النوع الاول لما بيحصل للطفل هبوط في السكر اسناء الفترة الفجر يبدأ السكر يعلى آآ تاني نتيجة كونتر التاكل الهرمونات بتبدأ تعلي السكر لان انت لما بييجي السكر بتاعك ينزل جامد وده طبعا حلها انك انت تبدأ آآ تشوف الجرعات الانسولين اللي الطفل بياخدها وتزبط الجرعات وتديره سناكس قبل ماينام بحيس ان هو مايحصلوش هبوط فترة الفجر وبتصحى من النوم للطفل الساعة اتنين الساعة تلاتة تعمله تحليل اذا حصل هبوط يبقى انت شخصت الحالة كده لكن انا رأيي للنوع التاني هو الصيام المتقطع والضايت اللي هو تقلل الكربوهيدريت خالص آآ ابدأوا وما تقلقوش اول ما تلاقوا السكر في اول اسبوع عالي لانه هيفضل يفضل فترة عالي لغاية ما تتخلص من السموم مع الوقت هتلاقوا السكر بيتحسن جدا تمام هي مش قصة مرتبطة بالدواء انك تاخد الجرعة بالليل وتاخدها بالنهار وكده لا هي مرتبطة بالاكل والشرب فعلا مقاومة الانسولين هو احضر شيء ليه هو الدايت ايا كان لو كارب دايت كيتوجينيك دايت والصيام المتقطع انك تصوم فترة طويلة تدي فرصة للكبد يفضي زي نظام المترو اللي عمر السكر اللي في الدم ما هيدخل الكبد ولا عمر الكبد هيبطل ينزل السكر وانت صايم الا لما يكون هو فضل مخازن اللي عنده ارجو ان تكون المعلومة اللي قلقى ناس كتيرة دي تكون فهمتوها ونتدارك الاخطاء دي وطبعا الاسئلة بتاعكم هتفتح لنا المواضيع دي باختصار خالص ظاهرة ان ليه السكر بيكون عالي اه في الصباح ارجو ان تشيروا الفيديو دا لاكبر عدد من الناس علشان الكل يستفيد والاسئلة بتاعكم مش شرط ان احنا نرد بالاجابة كتابة ممكن نرد عليها في فيديو بنجمع الافكار اللي بتدور في ازها الناس ونرد عليها في فيديو عشان كل اللي هيتابع الفيديوهات هيلاقي الاجابة بتاعته في فيديو من الفيديوهات دي اشكركم وتحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر